بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة اتبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء حياكم الله وبرك فيه هذا سائل أرسل بسؤال يقول فيه ما فضل دراسة التوحيد ومتى يبدأ في تدريس الأبناء الصغار لهذا التوحيد مأجورين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين تدريس التوحيد تعليم الصغار أول واجب على المسلم نحو أولاده وذلك بأن يعلمهم العقيدة الصحيحة ويبين لهم ما يخل بها ولو بصفة مختصرة والحمد لله الآن العقيدة تدرس في المدارس في المعايز في الكليات في حلق العلم في المساجد وأيضا تدرس أو تلقى في وسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز فالحمد لله هذا أمر مهم جدا العناية للعقيدة أول شيء لأنها هي الأصل الذي تبنى عليه سائر الأعمال إذا صلحت العقيدة قبلت سائر الأعمال وإذا اختلت العقيدة فسدت سائر الأعمال ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لين شركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فلله فاعبد وكن من الشاكرين ويبدأ بتعليم الأطفال إذا بلأوا سن السابعة أوله صلى الله عليه وسلم وروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في الملاجع ومن المعلوم أن الصلاة لا تقبل إلا مع التوحيد إذا كانت على التوحيد فيعلم الأطفال أحكام الصلاة من توحيد وطهارة وستر عورة وغير ذلك ليعتادوا عليه وينشأوا عليه أحسن الله إليكم السائل يقول شيخ ما معنى الاستوى في الآية الكريمة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش هذه من صفات الأفعال الاستوى صفة فعل يفعله الله جل وعلا متى شاء إذا شاء وكيف شاء الاستوى على العرش معناه العلو ما عليه الارتفاع قال البقال بن القيم رحمه الله ولهم عليها أي هذه الكلمة ولهم عليها إبارات أربع ولهم عليها إبارات أربع كما في البيت الذي بعده وهي استقر قد على وكذلك ارتفع الذي ما له من نكران وكذلك ارتفع الذي هو رابع فهذه معاني العلو على العرش والاستقرار والارتفاع عليه من غير حاجة به سبحانه إلى العرش ولا إلى شيء من مخلوقاته قال الله جل وعلا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده فلا يمسك السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى فالاستوى على العرش ليس معناه أن العرش يقله أو يضله وإنما معناه أن الله جل وعلا يفعله إذا شاء وهذا من كمالاته وأدلة توحيده سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سوداني مقيم بجدة يقول أرجو إجابتي على سؤالي وهو توسلنا بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياتنا هل هو جائز وما هي أقسام التوسل أرجو أن تشرحوا لي ذلك كما جريد توسل بالرسول أو بغيره توسل بذاته هذا لا يجوز ومبتدع لا يجوز إنما التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حيا فيطلب منه الدعاء يطلب منه الدعاء في حياته وبعد مماته يتوسل أحسن الله لكم شيخ هذا أبو مالك يقول فضيلة الشيخ صالح أشكل علي الجمع بين النصوص التي تبين أن المؤمن يحيا حياة طيبة وسعيدة في هذه الدنيا وكذلك النصوص التي تبين بأن المؤمن مبتلى في هذه الحياة لا تنافي بين ذلك فالابتلاه هو من مكملات مكملات الحياة الطيبة بأجل أن تصفو حياته من المكدرات بما يصيبه من الآلام ومن الأتعاب إنه مما يكمله إذا صبر عليه وتاب إلى الله وانتبه لنفسه نعم يقول الشيخ حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هل نقول في ظل العرش أم في ظل الله نأتي بالحديث كما جاء سبعة يظلهم الله في ظله كما جاء ولا نقول ظل العرش أو ظل الله إنما يورد الحديث كما جاء نعم رضيلة الشيخ هذا سائل له مجموعة من الأسئلة يقول هل صحيح بأن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر هذا مذهب باطل هذا مذهب الملاحدة الذين يسمون بالتناسخية وهم أكثر وهم أكثر الخلق لا يجوز هذا الروح إذا قبلت إما أن تكون في سجين إن كانت من أرواح الكفار وإما أن تكون في عليين إذا كانت من أرواح الطيبين والأبرار نعم أحسن الله إليكم الأخت سلمة تقول بعض الناس يرى يا شيخ أن من كان اسم لولده محمد فلا يضره سم ولا تقربه شياطين ولا تؤذيه ما صحة ذلك؟ ذا كلام باطل وغلو مذموم وسواء اسمه محمد وغيره يجري عليه ما يجري على الخلق من المكاره جرى على الرسول صلى الله عليه وسلم ترى عليه من المصائب والمكاره ما يرفع الله به درجاته ويكفر عنه عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره نعم السائن صالح يقول في المستشفى ونحن صيام نأخذ مغذي وبعض الأبر فضيلة الشيخ هل تؤثر في صيامنا؟ الأبر المغذية بالإجماع أنها تفطر الصاهم لأنها تقوم مقام الطعام والشراب أما الأبر غير المغذية هذه محل خلاف إن كانت في العوال فهذه لا تؤثر إن كانت في الوريد هذه محل للنظر والخلاف هذا إذا كانت غير مغذية أما إذا كانت مغذية فلا خلافة أنها تفطر الصاهم نعم تسأل السائل يا شيخ عن الصدقة هل تضاعف في أوقات معينة وخصوصا في العشر من رمضان؟ وهل الدعاء في أمور الدنيا في ليلة القدر مخصص؟ الدعاء طيب وهو أعظم منواع العبادات كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فالدعاء مقامه عظيم في الدين وأوقات الدعاء مفتوحة للإنسان يدعو الله ليلا أو نهارا بحاجاته وباب الدعاء مفتوح الليل والنهار وأوقات الإجابة لا شك فيها أوقات أفضل من غيرها ويرجأ قبول الدعاء فيها أكثر من غيرها مثل ساعة يوم الجمعة مثل ليلة القدر مثل الدعاء في الحج والعمرة وغير ذلك من الأعمال والأحوال الفاضلة نعم وبالنسبة للصدقة تضاعف في العشر الأواقر نعم أفضل من غيرها أن جاء بالحسنة فله عشر ومثالها فالله جل وعلا يضاعف الحسنات في كل وقت إذا خلصت النية فيها وكانت على وفق الشريعة ليس فيها بدعة ففيها فضل عظيم نعم هل نعطي تقول يا شيخ خدمنا نعطي الخدم خدم المنازل من الزكاة والصدقة إذا كانوا مسلمين وكانوا محتاجين ولا تحتسبها من أجرتهم أو تريد أن ترغبهم في العمل عندك إذا أعطيتهم لوجه الله سواء كانوا يستغلون عندك أو عند غيرك فلا بأس بذلك نعم إهداة هو بالصدقات يا شيخ والأعمال الصالحات وعش الوالدين هل يقبل؟ إن شاء الله إذا خلصت النية إنه صدقة من الصدقات إذا صحت النية إن الله يتقبله ويذيب عليه نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ بالنسبة لزراعة الزيتون وعندي نحل له عسل يا فضيلة الشيخ زكاة الزيتون والعسل نعم زكاة العسل ورد في الحديث أنه العشر عشر من العسل عشر قرب يجمع قربة قربة يعني واحدة يخرج العشر من محصول العسل والزيتون إذا حصل منه محصول وبعته تزكي قيمته إذا بعته تزكي قيمته إذا بلغت النصاب أو ضممتها إلى مالك نعم يقول السائل أبو عبد الله يا شيخ أنه صحيح بأن أهل المزارع والفلاحين يؤجرون على ما يوكل من مزارعهم مثل الطيور والحشقات وما يدخل بها من إنسان نعم ورد الحديث بأنه يؤجر على كل ما يوكل من مزرعته مما يأكله الآدميون والطيور كل ذي روح كل ذي روح في كل تبد حرة أجر فيحتسب المزارع ذلك عند الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ آخر أسئلة أبو عبد الله يقول إذا قلت هذه الأرض الزراعية وقف للفقراء ثم رجعت عن هذا فهل يصح رجوعي إذا قلت هذا وقف توقفت إلا إذا قلت هذا وقف بعد موتي إذا علقت الوقف بالموت إنه لحكم الوصية لك أن ترجع وأما إذا قلت هذا وقف منجز إذا قلت هذا وقف أو قلت هذا وقف منجز فإنه من حين تتلف يتوقف لا يجوز لك الرجوع فيه أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول في صلاة العيدين ترك إمام الجامع التكبيرات وشرع في القراءة ناسيا ماذا يلزمه؟ لا يلزمه شيء وترك سنة لأن التكبيرات الزوائد سنة إذا أتى بها فهو أفضل وإذا لم يأتي بها فصلاته صحيحة نعم أحسن الله إليكم من جعل الإنسان إذا جعل الوتر بعد صلاة العشاء هل يكون الأجر مثل قيام الليل؟ لا الوتر في آخر الليل أفضل لا في شك إذا الذي يثق من قيامه يخلي الوتر آخر الليل ولسيما إذا كان يريد التهجد فيختم تهجده آخر الليل بالوتر أما إذا كان ما يثق من قيامه فإنه يوتر قبل أن ينام وإذا قدر أنه قام آخر الليل يصلي ولا يكرر الوتر يكتفي بالوتر الأول نعم هل ورد شيء في صلاة الحاجة وعدد الركعات والدعا فيها؟ لا لم شيئا من ذلك نعم هذا يسأل عن برد الأسنان من الأسفل وليس التفليج هذه السائلة هذا هو الوشر ولا يجوز إلا للحاجة إلا للحاجة أما إذا لم يكن لحاجة فهو منهي عنه التفليج والوشر منهي عنه أما إذا كان لحاجة كتعديل الأسنان طبييا نصح الطبيب بذلك فلا بس نعم يقول السائل أبو إبراهيم والدتي لبست النقاب في طواف عن عمد وهي في الحج ماذا يلزمها؟ يلزمها الفدية المخيرة إن شاءت ذبحت شاتا وزرها على الفقراء في الحرم وإن شاءت تطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع في الحرم وإن شاءت صامت ثلاثة أيام في أي مكان تصومها نعم هذا يسأل يقول يا شيخ ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجوا لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا هذا هو الأصل في وجوب الطهارتين حدث الأكبر والأصغر نعم تقول السائل يا شيخ هل تطهر النجاسة بغير الماء وهل البخار الذي تغسل به الملابس والأكوات مطهرة لهذه الثياب لا تطهر النجاسة إلا بالماء قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فلا يطهر النجاسات إلا الماء إلا ما ورد من أن النجاسة في أسفل الخف أو النعل تمسح بالتراب وتطهر بذلك هذا ورد فيه فيه حديث صحيح وكذلك قالوا الشمس والريح إذا أذهبت لون النجاسة وذهبت بي آثارها ولم يبقى شيء منها فإنها تطهر بذلك نعم يقول السائل يا شيخ هل يكفي أن أقرأ المعوذات وسورة الإخلاص لتكون وردا لي في كل يوم نعم سورة الإخلاص والمعوذتين من الورد وإذا اقتصر الإنسان عليهم فيهم كفاية ولكن قونه يأتي بالأوراد التامة صباحا ومساءا هذا أحسن نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول هذا السائل هل يقع الطلاق والمرأة في الحيض هذه مسألة خلافية تراجع المحكمة في ذلك يسأل القاضي عن ذلك نعم له فقرة ثانية يسأل بالنسبة للزواج بنية الطلاق ما حكمه الزواج بنية الطلاق لا يجوز هذا مثل المتحة لا يجوز يتزوج عن رغبة ثم إذا صلحت له زوجته استمر معها وإذا لم تصبح طلقها نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول في هذه الآية ما تفسير الآية الكريمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فسره النبي صلى الله عليه وسلم بثعله لما فرغ من الطواف أتى صلى الله عليه وسلم عند المقام جعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين وتلى هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هذا تفسير للآية نعم يقول السائل نذهبنا أولادي للنزهة أو إلى الدمام فأصلي بهم الفرائض وأنا الإمام فضيلة الشيخ وأولادي خلفي مع بناتي وامرأتي إذاك الله خيرا هذا أمر طيب ولكن يكون الذكور مما يليك صف يليك وتكون الإناث خلفهم نعم أحسن الله إليكم أخيرا يقول ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم للإنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق نعم الأنصار رضي الله عنهم فضلهم عظيم بعد فضل المهاجرين لما قاموا به من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإيواء إخوانهم من المسلمين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون لصدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هذه الآية في الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ولا يحبهم إلا مؤمن لأن حبهم إذا أحبهم لفضلهم ومكانتهم ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بهم فهذا علامة الإيمان وإذا أبغضهم فهذا علامة النفاق لأن المنافقين هم الذين يبغضون الصحابة ولا سيم الأنصار رضي الله عنهم نعم أخيرا الشيخ يقول السائل متى يتأكد استعمال السواك وما حكم السواك لمنتظر الصلاة حال الخطبة نعم السواك مسنون كل وقت ويتأكد عند قيامه من الليل إذا قام من الليل فأول شيء يبدأ بالسواك وكذلك عند تغير رائحة الفم وكذلك عند الوضو إذا أراد أن يتوبى قبل المضمضة وكذلك عند ما يريد تكبيرة الإحرام يستاك هذا من السنن شكرا الله لكم يا شيخ صالح وبرك الله فيك وفي علمك ونفع بك الإسلام والمسلمين وانتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدربة جبنا عن أسلتكم واستفساراتكم شكرا الله لفضيلته وشكرا لزميلي الذي سجل هذا اللقاء أثمان بن عبد الكريم الجويبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته